السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس معاً الأعداد من صفر إلى 199 الجمع بالاحتفاظ إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنياً حساب مجموع عددين أحدهما عقت والآخر ذو رقمين خمسة عشر زائد عشر يساوي خمسة وعشرون أستكشف في حصة الرياضيات اقترح السيد حامد على تلاميذه لعبة بطاقات الأعداد ففرحوا وتوزعوا إلى فرق ثم سحب كل فريق أربع بطاقات كما يبينه الجدول التالي طلب السيد حامد من كل فريق أن يكون أكبر عدد ممكن بجمع بطاقتين أولاً أحسب العدد الذي سيكونه كل فريق الفريق الأول مائة وخمسة عشر زائد واحد وثلاثون زائد ستة وأربعون زائد إحدى عشر يساوي مائتان وثلاثة الفريق الثاني اثنان وعشرون زائد تسعة وستون زائد مائة واثني عشر زائد واحد وعشرون يساوي مائتان أربعة وعشرون الفريق الثالث أربعة وتسعون زائد عشرون زائد أربعة وثلاثون زائد سبعة وثمانون يساوي مائتان خمسة وثلاثون ثانياً أفسر لأصدقائي كيفية الحصول على أكبر عدد ممكن يمكن أن نحصل على أكبر عدد ممكن بجمع أكبر البطاقات من كل مجموعة أي 115 زائد 112 زائد 94 زائد 87 يساوي 408 أتدرب أولاً أتأمل الرسوم ثم أنجز العمليات 127 زائد 45 يساوي 172 39 زائد 152 يساوي 191 ثانياً أكمل الفراغ بما يناسب 114 زائد 57 يساوي 171 54 زائد 136 يساوي 190 ثالثاً أنجز العمليات التالية عمودياً 146 مع 43 6 زائد 3 يساوي 9 4 زائد 4 يساوي 8 1 زائد 0 يساوي 1 إذن النتيجة هي 121 زائد 5 يساوي 6 121 زائد 5 يساوي 6 1 زائد 0 يساوي 1 إذن النتيجة هي 121 زائد 5 يساوي 6 2 زائد 4 يساوي 6 1 زائد 0 يساوي 1 إذن النتيجة هي 121 زائد 5 يساوي 6 1 زائد 1 يساوي 1 إذن النتيجة هي 168 أوظف جمع ماهر مع العمال 85 كيس زيتون في اليوم الأول من العطلة وجمعوا في اليوم الثاني 38 كيس أكثر مما جمعوا في اليوم الأول وجمعوا في اليوم الثالث 19 كيس زيتون أكثر مما جمعوا في اليوم الثاني أولاً أحسب عدد أكياس الزيتون التي جمعها في اليوم الثاني عدد أكياس الزيتون التي جمعها في اليوم الثاني 85 زائد 38 يساوي 123 كيسا ثانياً أحسب عدد أكياس الزيتون التي جمعها في اليوم الثالث عدد أكياس الزيتون التي جمعها في اليوم الثالث 123 زائد 19 يساوي 142 كيسا ثالثاً أرتب عدد الأكياس المجمعة ترتيباً تنازلياً 142 أكبر من 123 أكبر من 85 أقيم عند العودة مر الجد وماهر بمغازة لبيع اللوحات الرقمية فشري لوحة رقمية ب125 دينار وبطاقة خزن ب15 دينار وغلافاً واقياً لللوحة ثمنه يفوق ثمن البطاقة ب18 دينار أولاً أحسب ثمن الغلاف الواقي ثمن الغلاف الواقي 15 زائد 18 يساوي 33 دينار ثانياً أحسب ثمن المشتريات ثمن المشتريات 125 زائد 15 زائد 33 يساوي 173 دينار ترجمة نانسي قنقر